بسم الله الرحمن الرحيم الخلاصة من تفسير الطبري اختصره الدكتور عقيل بن سالم الشمري سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة وما تتصدقوا به من مال فلأنفسكم ليكون لكم ذخرا عند الحاجة إليه في معادكم وما تتصدقوا به من مال فإنكم توفونه فيرجع إليكم جزاؤه تاما وافيا فإنكم لا تظلمون أجرها فتبخسوه ولا تنقصونه بل على الله أن يوفيكم أجوركم وجزاءكم عليها للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تتصدقوا به من مال فللفقراء الذين جعلهم جهادهم عدوهم يحصرون أنفسهم فيحبسونها عن التصرف فلا يستطيعون تصرفا ولا يستطيعون تقلبا في الأرض وسفرا في البلاد ابتغاء المعاشي وطلب المكاسب يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعففهم عن المسألة تعرفهم يا محمد بعلامتهم وآثارهم لا يسألون الناس إلحاحا وما تنفقوا أيها الناس من مال فتصدقوا على أهل ذمتكم تطوعا منكم أو تعطوه من أمركم ربكم بإعطائه من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله مما فرضه الله لهم في أموالكم فإن الله بذلك عليم يحصيه لكم ويدخر ثوابه عنده حتى يوفيكم على جميع ذلك أجوركم ويعظم لكم عليه في المعادي جزاءكم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من ينفق ماله بالليل والنهار في السر والعلانية فيتصدق به ابتغاء الله وطلب ثوابه فله أجر صدقته مذخورا له عند ربه حتى يوفيه إياه في معاده يوم بعثه ولا خوف عليه يوم القيامة من عقابه ولا في أهوال قيامته ولا هو يحزن عند مقدمه عليه بمعاينته من عظيم كرامة الله التي أعدها له على ما خلف وراءه في الدنيا الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يربون لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان في الدنيا فيصرعه من الجنون هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم ووحشة قيامهم من قبورهم من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون إنما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الربى وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربى من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم زدني في الأجل وأزيدك في مالك فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك هذا ربى لا يحل قال سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع وحرم الزيادة فمن جاءه التذكير والتخويف فانتهى عن أكل الربى وارتدع عن العمل به فله ما أكل وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه وأمر آكله بعد مجيئه الموعظة إلى الله في عصمته وتوفيقه إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه وإن شاء خذله عن ذلك ومن عاد لأكل الربى بعد التحريم فأولئك هم أهل النار يعني نار جهنم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ينقص الله الربى فيذهبه ويضاعف أجر الصدقات لربها وينميها له والله لا يحب كل مصر على كفر بربه مقيم عليه مستحل أكل الربى وإطعامه أثيم متماد في الإثم فيما نهاه عنه من أكل الربى والحرام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند ربهم من تحريم الربى وأكله وغير ذلك وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأدوها بسننها وآتوا الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم لهم ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصدقتهم ولا خوف عليهم يومئذ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم ولا هم يحزنون على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل الربى وهم على تركهم ما تركوا من ذلك في الدنيا ابتغاء رضوانه في الآخرة فوصلوا إلى ما وعدوا على تركه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين صدقوا بالله وبرسوله خافوا الله على أنفسكم فاتقوه بطاعته وتركوا طلب ما بقي لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربوا عليها إن كنتم محققين إيمانكم قولا وتصديقكم بألسنتكم بأفعالكم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تذروا ما بقي من الربى فكونوا على علم وإذن بحرب من الله وإن تبتم فتركتم أكل الربى فلكم رؤوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس دون الزيادة التي أحدثتموها لا تظلمون بأخذكم رؤوس أموالكم ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك يبخسكم حقا لكم عليه لأن ما زاد على رؤوس أموالكم لم يكن حقا لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان من غرمائكم معسرا برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإرباء فأنظروهم إلى ميسرتهم وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر خير لكم من أن تنظروه إلى ميسرته إن كنتم تعلمون موضع الفضل في الصدقة وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واحذروا أيها الناس يوما ترجعون فيه إلى الله فتلقونه بسيئات تهلككم أو بمخزيات تخزيكم فتهتك أستاركم ثم توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سيء وصالح لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحضرت وهم لا يظلمون وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها وبالحسنة عشر أمثالها كلا بل عدل عليك أيها المسيء وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسن يا أيها الذين آمنوا وإن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به إلى وقت معلوم وقدتموه بينكم فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع أو قرب وليكتب كتاب الدين كاتب بالحق والإنصاف بما لا يحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه فليكتب الكاتب وليتولى المدين إملال كتاب ما عليه من دين وليتق الممل الذي عليه الحق الله ربه فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئا فيؤخذ به حيث لا يقدر على قضائه إلا من حسناته أو أن يتحمل من سيئاته فإن كان المدين الذي عليه المال جاهلا بالصواب في الذي عليه أن يمله على الكاتب أو ضعيفا أو لا يستطيع إملال الكتاب فليمل الولي الحق بالحق واستشهدوا على حقوقكم شاهدين من أحراركم المسلمين دون عبيدكم ودون أحراركم الكفار فإن لم يكونا رجلين فليكن رجل وامرأتان على الشهادة من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ولا يأبى الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإيقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم ولا تسأموا أيها الذين تدينون الناس إلى أجل أن تكتبوا قليل الحق أو كثيره إلى أجل الحق فإن الكتاب أحصى للأجل والمال ذلكم اكتتاب الدين إلى أجله أعدلوا عند الله وأصوبوا للشهادة وأقربوا من أن لا تشكوا في الشهادة إلا أن تكون مبايعة بالنقود الحاضرة يدا بيد فليس عليكم جناح من اكتتاب حقوقهم على غرمائهم لأن كل واحد منهم أعني من الباعة والمشترين يقبض ما وجب له قبل المفارقة فلا حاجة لهم في ذلك وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم عاجل ذلك وآجله ونقده ونسائه ولا يضارهما من استكتب هذا أو استشهد هذا بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه ويأبى على هذا إلا أن يجيب إلى الشهادة وهو غير فارغ وإن تضار الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه فإنه إثم ومعصية وخاف الله أيها المتداينون في الكتاب والشهود أن تضاروهم وفي غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه ويبين لكم الواجب لكم وعليكم فاعملوا به والله بكل شيء من أعمالكم وغيرها عليم يحصيها عليكم ليجازيكم بها الخلاصة من تفسير الطبري الخلاصة من تفسير الطبري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر